اطلاقوا نار جديد على حاجز لميليشيا أسد في درعة لكنه في هذه المرة مما يسميها النظام طلطفا بالقوات الرديفة حدث هذا حين فتحت مجموعة تابعة للمدعو قاسم ناجي المحاميد نيرانها على حاجز قرب درعة البلد بعد رفض مجموعة المحاميد المقربة من حزب الله إبراز هوياتها لعناصر الحاجز التابعين لموسكو الأمر الذي يشير للتنافس الروسي الإيراني في المحافظة التي سيطرت عليها الميليشيات الطائفية في آبا من العام الماضي وفي تطور دراماتيكي لأحداث المحافظة قتل عدد مرتزقة إيران وجرح آخرون في استهداف مجهولين لسيارتهم على طريق زمرين الحارة تزامن ذلك مع استهداف مجهولين بقذائف RBJ مبنى الحزب ومنزل قائد الشرطة في درع المحطة وهذه حوادث لا يستبعد ناشطون دور ميليشيا إيران فيها من أجل إبقاء المنطقة في حالة من عدم الاستقرار تمهيدا لملئها بمرتزقة انتهت ميليشيا حزب الله من تدريبهم في منطقة اللجات وهو ما يتعارض مع تعهدات روسية سابقة بإبعاد تلك القوات الإيرانية من جنوب البلاد وما بين صراع النفوذ بين موسكو وطهران في درعا ينتظر أهالي المحافظة الحصول على أساسيات الحياة وإطلاق صراح المعتقلين وسحب التشكيلات العسكرية من القرى والبلدات وهي مطالب ترحها ممثل المحافظة خلال اجتماعهم بمسؤولي نظام أسد في دمشق مؤخرا